كما قال الله عز وجل وخلقنا من الماء كل شيء ينحي فخصنا نعتني وكما كتعرف الطرف اللي كتدوز من البلاد هاد السنوات الأخيرة راكي الجافاف وشرفة المياه والتصحور والله يهدينا والله يسمح لينا كان طالب الناس اللي كيمشي والحمام يتكيسوا شوية على المغ والناس اللي اللي كتسقي تحاول تدل قوتا قوت وتحاول تطور شوية السقي حيث صارحا غن دوزوا من الواحد البريود اللي غادي تكون صعيبة صعيبة وكنت من نوم الشعب مغربي يحاول يحاول شوية نقص من من هذا الضياع صارحا حرار مساحات الخضراء كي لعبوه دور في البلاد وضرور خص مساحات الخضراء يكونوا في كما قلت لك راما ما كينش واحد عدنا واحد الفائد دل 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 مياه والسود ودرك عارف را 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 المساحات الخضراء اللي كيكونوا بعاد شوية على اللازن دل المدينة ودك شرا غادي 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 نقصوا منهم شوية غادي تحكموا في في المصرف دل مياه ديان بلي الدولة را كتعرفة شنو كينو كدير دراسة صعبة عباش وماعدنا ما نديرو هاد الشي اللي كين الجافاف كنت لبوم الله عز واجل يرحمنا وسقعنا بالغاية ديالوك نورمال مول ما هو حاجة اللي اللي مهمة بزاف وكنضن زعم ما ما كينش واحد في المغرب ما كيضيعش المال بالحجم ديال الاهمية ديالو مقارنة بالحجم ديال الاهمية ديال ما زعم ما كنضنش انه كينش واحد اللي فريمو 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 اللي كيفكرها لما يحافظ على المال بحل كي يحافظ على وليدات ومشان لانه هول ما زعم ما راح حاجة حاجة مهمة للحياة القرار اللي تاخدتوا الدولة في هاد المسألة هو في تنظن انه في المصلحة ديالنا لانه خصة نحافظ على المال لانه هولا الحرب الجاية هي حرب ديال المياه المغربة بطبيعتهم ناس مدنيين ومتفاهمين كي يحافظوا على المال ولكن كي بقاد الامر النسبي يعني كينين واحد الفئة اللي كتحترم هاد الامور اللي كتجي بها الدولة للصالح العام وكينين بعد الامور اللي هي تتناقض مع هاد هاد المجال اللي هو حياوي اللي هو المغ اللي احنا بالفضل ديال الله وبه احنا عيشنا. الرأي ديالي في المجال ديال اه المساحات الخضراء هو الصالح العام لان الانسان بطبيعته تيميل الخضراء وكيني وكيني القعل المنتزهات وكي يبغي يشوف فيها ذاته وتنظن بانه اه الدولة الى منعات السقي ديال هاد الاماكين عن طريق المعالجة فلا يمنع لا لا يمنع يعني ما يمكنش حنا نشربوه الماء ونسقيوه بيه الجرده الى كانت لمعالجة يعني هاد مسألة بيئية كندرنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.